اذكر عذراً تستخدمه لأنك تأخرت عن موعد العمل انت طالبة موعد العمل اذكر عذراً تستخدمه لأنك تأخرت عن موعد العمل ازدحام الطريق ال... ازدحام الازدحام هل نشوف الازدحام محم موجود موجود اه وأعلى أعلى احتمال إذن فضلي ست ماريانا والفضل أخويا محمد وخلن نبقى وياكم يا أيها الفرادي علي شو تقول اذكر عذرا تستخدمه لأنك تأخرت عن موعد العمل أكون متمرض حكيت عذرا أنه أنا مريض عذر تسبب حقيقي نعم مريض مو مريض خلنقول خلنشوف أنا ما أدري المرض نعم موجود كذلك المرض ولينا ممكن عطل بالسيارة عطل بالسيارة عطل في السيارة السيارة عطلت عطل في السيارة صحيح وسارة سارة أنت ملتهي مهمة اللي أعرفهم بسرعة المنبه مثلا المنبه المنبه ما اشتغل المنبه يا سلام يا سلام يا سلام عطل في المنبه وقت لف اعتمالات ونقر خلنشوف محمد اذكر عذرا تستخدمه لأنك تأخرت عن موعد العمل ثقب ايطار السيارة يعني بنشر يعني بنشر بنشر بنشرة السيارة بنشر بنشر خطأ ونمشي مع علي اذكر لي مجددا اذكر عذرا تستخدمه بأنك تأخرت عن موعد عملي حادث سير حادث سير نعم خلنشوف حادث سير نعم رابو عطل وحادث سير بقى احتمالين علينا ان نعرفهم يا عائد كرادي وننتقل الى السؤال الخامس خلنشوف لينا ممكن اصابة اصابة يعني مثلا عن ضرب او شي اصابة ما عرفان انت حددي لس 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 الاصابة يعني نتيجة شنو الاصابة يعني نجوز حادث او شي حادث ضربت طلقة شنو خلبتهم لا زال محلا طبعا اصابة نجوز اكون اصابة جدا نضربها طرقة اصابة اي اصابة خلي نشوف انا ما ادري خلي اقولي الاصابة خطأ اذا صار عدنا خطأين اذا صار عدنا خطأين وعائلة كالكا اي اصلا قاعد تتناقش وده تشوف امرها سارة يعني لا زال محلا مثلا اقول ادنا حالة وفاة يعني عذر الوفاة عذر الوفاة بسبب وفاة اي قل نشوف الوفاة اشتركوا في القناة